من القاهرة نضم لنا دكتور علي صراري المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الوزراء اليمني دكتور علي أهلا بك طيب كيف يمكن تقليل هذا الضرر يعني إذا كان الذي سيدفع فاتورة نضال الميليشيات الرحوثية في البحر الأحمر بين قوسين يعني اليمنيون فكيف يمكن تقليل ضرر هذه الفاتورة بشكل أو بآخر على اليمنيين تحديدا مساء الخير أستاذ محمود وتحية لك وللمشاهدين الكرام الواقع أن ما يقوم به الحوثيون هو يلحق الضرر بأشياء كثيرة أولا يلحق الضرر باليمن وبمصالح الشعب اليمني ويلحق الضرر بالدول المقاورة لليمن وبالذات جمهورية بصة العربية التي تخسر الآن قرابة خمسة مليار دولار سنويا بسبب يعني عزوف البوارق عن المجيء عبر البحر الأحمر وقناة السويس ثم خسائر أخرى تلحق الأردن وتلحق المملكة العربية السعودية والسودان وهكذا وهناك أضرار تلحق العالم كله نحن نعرف الآن بأن الأسعار ترتفع في كثير من الدول بسبب هذه الزيادات في تكلفة نقل السلع الواقع أن الأمر يحتاج إلى معالجة جذرية يعني هذا الذي يحدث لا مجال لتقليل أضراره إلا من خلال التخلص من هذه الأعمال العدوانية التي تشنها الجماعة الحوثية على طريق الملاحة الدولية الأمر يتطلب فعلا إلى استراتيجية جديدة استراتيجية واسعة يعني استراتيجية يشارك فيها العالم برمة لأن العالم بكامله هو أيضا متضرر من هذه الأعمال وهنا الأمر يتطلب فعلا الوقوف في وجه إيران التي تمد الجماعة الحوثية بالأسلحة ومنع مصول وتهريب هذه الأسلحة إلى اليمن ثم لا بد وليس هناك من حل جذري للمشكلة إلا بالوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية التي هي تستطيع فعلا أن تتحرك لاستعادة المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون أنا أقر دكتور علي أقر أنني قد طرحت عليك هذا السؤال سابقا لكنني أكرره مرة أخرى محبة فيك وأيضا محاولة للتحريك وهو مسألة طيب كيف يمكن أن يتحرك الدكتور رشاد العليمي والمجلس الرئاسي في إطار الدخول كطرف لن ننتظر الأمريكيين يتحدثون مع الدكتور العليمي والمجلس الرئاسي فليدخل هو على الطرف ويبدأ يضع شروطه أنتم تحاربون الحوثيين في البحر الأحمر من أجل مصلحتكم أنتم في تأمين الملاحة البحرية ولكن نسيتوا أن هذا يضر بالشعب فنرجو قائمة طلبات زيادة الدعم زيادة المساعدات زيادة كذا وكذا وكذا حتى نجنب المواطن اليمن الفقير أن يدفع فتورة هذا الصراع أو عسكرة البحر الأحمر من جميع الأطراف هو بهذا الخصوص الموقف الإمريكي أنا أعتقد بأنه واضح ليس جادا فيما يتعلق بمجابهة الجماعة الحوثية حتى التصنيف تصنيف الجماعة كجماعة إرهابية هو تصنيف من مستوى متدني وملئ بالثغرات والإعفاءات وعمليا لن يؤثر إطلاقا على نشاط هذه الجماعة ثم أن اتباع سياسة دفاعية أو تلوح بالأعمال الاستباقية هو أيضا لا يمكن أن يجدي نفعا لأن الجماعة الحوثية طالما هي تحصل على الأسلحة المهربة من إيران وطالما هي مسيطرة على الأرض فستستمر تعتدي على طريق الملاحة الدولي الأمر يحتاج فعلا إلى استراتيجية جديدة ماذا تعمل الحكومة أنا أعتقد بأن الحكومة الآن هي برئاسة الدكتور رشاد العليمي هي تدرك أهمية هذه اللحظة وأنها الفرصة المناسبة تماما لمخاطبة المجتمع الدولي الذي اعترض على دخول قوات الشرعية إلى الحديدة واعترض على دخول قوات الشرعية إلى صنعاء الآن اللحظة مناسبة جدا والعالم فعلا صار يدرك خطورة هذه الجماعة ويمكن أن يغير مواقفه باتقاه دعم الشرعية وباتقاه إسقاط الإنقلاب الحوثي والمساعدة على استعادة الدولة اليمينية واستعادة مؤسساتها هذا يطلب فعلا إلى حركة دبلوماسية واسعة وإلى حديث صريح مع المجتمع الدولي بصورة عامة وبالذات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الإمريكية وبريطانيا يعني هذه نفس الدول التي كانت تعترض على أو توفر قدر من الحماية للجماعة الحوثية الآن يمكن مخاطبتها وتذكيرها بخطأ موقفها في الفترات السابقة وأن على الأقل التراجع عن هذا الخطأ يطلب منها فعلا أن تنتهج سياسة جديدة واستراتيجية جديدة يعني أساسها عدم منح أي شكل من أشكال الحماية للجماعة الحوثية ومؤازرة الحكومة الشرعية باعتبار أن هناك قرارات أممية ومنها القرار 22-16 الذي ينص فعلا على شرعية هذه الحكومة وعلى أهمية أن تخرج الجماعة الحوثية من المؤسسات وأن تعد هذه المؤسسات وأن تنقل مسلحيها إلى خارج المدن وخارج العاصمة الصنعاء شكرا دكتور علي أسراري شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا لك كنان ترجمة نانسي قنقر